دخول رئيس الموساد دافيد برنيع على خط السجال في إسرائيل بشأن مقاربة توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران وتأثيره في إسرائيل أثار الكثير من التساؤلات ولسيما بعدما سبق أن وصف الاتفاق بالكارثة الاستراتيجية على إسرائيل رئيس الموساد تطرق في سلسلة اجتماعات داخلية إلى الاتفاق النووي وقال إنه سيء جدا بل هو كارثة استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل وقال أيضا إن إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق وإنها ستعمل ما بوسعها لمنع إيران من حيازة قدرة نووية وإذا لم نفعل ذلك فإن إسرائيل ستكون في خطر تصريحات برنيع التي أتت في إطار إجازي استخباري مغلق تعد استثنائية برأي محللين لكونها تتناول مواضيع حساسة بهذه الطريقة خطوة شاذة أن يتحدث رئيس الموساد بنحو علني مفتوح في موضوع حساس بيننا وبين الأمريكيين هو لم يختر كثيرا كلماته في تعليقه على الاتفاق خبراء توقفوا عند توقيت إطلاق رئيس الموساد مواقفه التي أتت بعد لقائه رئيس الحكومة يائر لابيد وبعد زيارة وصفت من ناجحة لرئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتة إلى الولايات المتحدة ومع وجود وزير الأمن بني جانس في واشنطن أنا لست متأكدة أن رسالة التي بثت بكلام رئيس الموساد هي التي أراد لابيد أن تبث لأننا سمعنا من محيطه ومن جانبه وبصوته رسائل مغايرة كليا رسائل متفائلة ومشجعة ولسيما أنهم في مكتب لابيد يقولون أن زيارة حولاتة لواشنطن كانت فعالة أكثر من المتوقع بل وحتى ناجحة وكلام لابيد لا يتناسب أبدا مع ما سمعناه من رئيس الموساد الرسائل المتناقضة لرئيسي الحكومة والموساد في مخص الاتفاق النووي تثبت برأي محللين أن المعالجة السياسية الإسرائيلية للخطر الإيراني فاشلة ومقلقة ترجمة نانسي قنقر